خلينا نبتدي بالأخبار اللي معانا إمبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد لأرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة واللقاء مع الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات وجاءت الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأسعاد كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة وكمان ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتيرة مهمة حصلت إمبارح أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة واللقاء مع الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات إمبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع ده بيأتي في إطار الحرص على متابعة احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المياه وده في ظل تنامي الاستثمارات والتوسع في المشروعات في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة وقال نستهدف توافر المرافق بوجه عام في هذه المنطقة الحيوية خاصة في ظل بدء التنمية أيضا بمدينة السويس الجديدة وكذلك المشروعات الأخرى بالمنطقة إمبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه وأكد مدبولي اهتمام الدولة البالغ بمشروعات تحلية مياه البحر وضرورة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية والحرص على سرعة تنفيذ تلك المحطات وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص لكونها تسهم في توفير الاحتياجات المائية لمختلف جوانب التنمية إمبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع الأول للمجلس الوطني الهايدروجين الأخضر وأوضح رئيس الوزراء أن إنشاء المجلس بيأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الوعدة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف الحيوي وأكد مدبولي أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق ألية سريعة للموافقة على مشروعات الهايدروجين الأخضر إمبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزرية لوحدة الصين وخلال الاجتماع تم استعراض ملفات التعاون الثنائي بين مصر والصين واللي بيأتي على رأسها حجم التبادل التجاري اللي بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022 وأيضاً حجم الاستثمارات اللي بتبلغ 8 مليار دولار من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية أما بالنسبة لأحداث اللي حصلت في محافظات مصر مبارح ففي البحيرة تم افتتاح أصر ثقافة أبو المطمير بتكلفة إجمالية وصلت حوالي 84 مليون جنيه في محافظة الغربية تم تدشين فعاليات مبادرة رجعين نتعلم وده لتوفير المستلزمات المدرسية كمان مبارح في المنوفية تم توفير 235 فرصة عمل بالتعاون مع القطع الخاص خلال أغسطس اللي فات أما في الده أهلية تمت الموافقة على صرف الدفعة 178 من قروض مشروعات شباب الخارجين خذنا نتبع التفاصيل في التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة في البحيرة تم افتتاح قصر ثقافة مدينة أبو المطمير اللي بيقام على مساحة 1210 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 84 مليون جنيه في الغربية شاهدت المحافظة فعليات مبادرة مؤسسة حياة كريمة رجعين نتعلم للعام الثاني على التوالي لتزديد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لطلاب المدارس المستحقين على مستوى المحافظة في المنوفية أعلنت المحافظة عن توفير 235 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بأوسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وده خلال شهر أغسطس الماضي في جامعة سهاج تم صرف الشهر من الراتب الأساسي مكفأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطعتها وده بمناسبة المولد النبوي الشريف واستعداداً لانطلاق العام الجامع الجديد وبينص القرار على صرف مكفأة شهر من الأساسي بحد أدنى 600 جنيه للعاملين بالجامعة وكفت كلياتها ومعاهدها وإدارتها والمستشفيات الجامعية في مطروح أعلنت المحافظة عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة دعماً من وزارة الصحة والأول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي بمطروح ويجري حالياً التجهيز لتركيبه وتشغيله بمستشفى مطروح العام في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر تحليق الرحلات بصورة طبيعية مع التحسن في حالة التقص وانطلقت أربعين رحلة بالون أقلت على متناها أكتر من 850 سائح من حول العالم وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم في الدأهلية وفقت المحافظة على صرف الدفعة 178 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخرجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2023 وده بإجمالي مليون جنيه موزع على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة لإقامة مشروعتهم فأسوان افتتحت المحافظة معرض أهلاً مدارس بمدينة أسوان اللي بيقام بالتعاون مع مدرية التموين والغرفة التجارية بيضم المعرض منتجات تصل تخفيضتها لـ 25% اشتركوا في القناة